اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على سير تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بمحافظة تعز بإطار جهود الحكومة والسلطة المحلية لتخفيف الحصار المفروض من قبل الميليشي الحوثية الإرهابية على المدينة منذ نحو ثماني سنوات ووجه رئيس الوزراء خلال لقائه بمحافظة تعز الخميس بالعاصمة عدن بتكتيف الجهود من أجل إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها خاصة بمجال الطرق من أجل تخفيف معاناة أبناء التعز جراء الحصار الحوثي الإرهابي وناقش اللقاء مستوى تنفيذ شبكة الطرق لطريق تعز التربة وطريق الصحة كربة وطريق هيجة العبد وطريق الكدحة البيرين إضافة إلى تشغيل ميناء المخى والترتبات المتعلقة بإمداد تعز بالكهرباء والمياه